طيب الجميل أيضا بأنه هذا الأمر كان له تأثير على المشجعين الأجانب الحاضرين في هذا المنديل يعني الإعلام الإسرائيلي حينما يود عقد أي لقاء صحفي مع مشجعين أجانب غير عرب من البرازين من اليابان من كوريا من إنجلترا يرفضون أي إجراء لحديث صحفية مع هذه الصحيفة الإسرائيلية بماذا تعلق؟ يعني أولا إسرائيل هي مرفوضة من أغلب شعوب العالم نعم أغلب شعوب العالم تعرف ما ارتكبت إسرائيل من جرائم مروعة بحق الشعب الفلسطيني وهذا الشيء هو حقيقة ليس وليد اليوم ولكن أنا أتمنى بأن يكون هذا الموضوع دائما في حالة من التذكير في الملاعب في المهرجانات في المؤتمرات الصحفية في المؤتمرات السياسية يجب أن يكون علم فلسطين هو حاضر في هذه الأماكن الأوروبي عندما يشاهد علم فلسطين الذي لا يعرف هؤلاء الشباب يعني أنا أقصد والذي لا يعرف القضية الفلسطينية سيعود إلى الأنترنت وإلى جوجل أو يسأل ما هذا العلم لماذا يرفع العلم ماذا فعلت إسرائيل في فلسطين ما هي الجرائم التي تعرض لها الشعب الفلسطيني يبدأ بالسؤال والاستفسار هذا السؤال والاستفسار هذا يعيد القضية الفلسطينية من جديد دائما وفي حالة متجددة وكذلك الثورة السورية وكذلك بعض القضايا الأخرى بعض القضايا الإنسانية الأخرى ولذلك يعني أنا أتمنى من كل الشباب بأن دائما يرفعون علم فلسطين ودائما يتكلمون بإسم فلسطين ومن الشباب السوري بأن يتكلموا ويرفعوا علم الثورة السورية وعلم وراية الشعب السوري